طيب هروح بقى لكاس الربط لانا عندي كلام مهم جدا الناس كده بس ايه تركز معايا في الكلام اللي هقوله لانا انا نبارح سمعت كلام غريب غريب اصل الاهل بعض بيقول ان انا مش على عباطش المصري لان فيه اتنين لعيبة او اكتر من لعيب المنتخبات لأ اصل البند ده في لايحة الدوري ولايحة الكاس غير لايحة الدوري طيب نركز مع بعض في الكلام اللي هقوله ان انا هتكلم طبقا للنصوص اللي موجودة في لايحة الربط ده مش كلامي انا ولا اللي كاتبه ده او دي الليحة اللي نشرها الاستاذ عامر حسين المشرف على ادارة المسابقات واعتمدتها ربطة الاندية في 4 اكتوبر اولا ما فيش حاجة اسمها لايحة الدوري ولايحة كاس الربط ده اولا ما فيش حاجة اسمها فيه لايحة للدوري وفيه لايحة لكاس الربط لا سنادي الحاجة عامر حسين في 4 اكتوبر عشرين اتنين وعشرين اعتمد ليحة تحت عنوان ليحة ادارة المسابقات ما بين قصين ربطة الاندية المحترفة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين طيب في تعريف الليحة قال ايه؟ قال المسابقة اللي بيقصدها او ادارة المسابقات اللي بيقصدها في الليحة اتنين الدوري وكسر ربطة يعني هو ادمج الدوري وكسر ربطة في الليحة واحدة نركز بس في التفصيلة دي أدمج الدوري وكسر ربطة في ليحة واحدة طيب لما أتكلم على تعريف كلمة المباريات قالك إيه تعني أي مباراة في كرة القدم مقامة في إطار فعاليات الدوري أو كسر ربطة بصوا خدوا بالكم من التعريفات اللي موجودة في الليحة عشان الناس المبارحة اللي طلعت قالت أصلي فيه ليحة للدوري وفيه ليحة الكسر ربطة الكلام ده غير صحيح بالمرة وكلام عاري تماما من الصحة والنادي الأهل لما بيبعث أي خطاب بيتكلم فيه على أدارس الأوراق بشكل جيد جدا ما فيش حاجة اسمها ليحة دوري وليحة كاس كلام ده ما حصلش فيه ليحة واحدة اعتمدها الأستاذ عامر حسين بالصفة المشرف على دارة المسابقات مع الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية بتاريخ 4 أكتوبر وحط عنوان لها ليحة إدارة المسابقات ربطة الأندية المحترفة الليحة دي فيها الدوري وكاس الربط طيب ففي التعريفات قلنا المسابقة اللي مكتوبة جوة الليحة بيقول إن دي الدوري وكاس الربط في المباريات بيقولك إطار فعاليات مباريات الدوري أو كاس الربط طب تعالى بقى في المادة أربعة بيقولك إيه تختص الربطة بإدارة مسابقات الدوري وكاس الربط شفتوا الليحة بتدمج المسابقتين في ليحة واحدة المسابقتين في ليحة واحدة المادة أربعة بتقول كده طب المادة 24 بيقولك ايه تدير الربطة مسابقات سنوية ما بين قصين الدوري وكاسر ربط يبقى المادة 24 والمادة 24 بتحدد الربطة بتدير ايه وبتحدد ان المسابقتين في ليحة واحدة طيب تعالوا بقى في الاحكام المتعلقة بالمسابقات الدوري اللي احنا بنلعبه ده اللي فيه 34 اسبوع اللي كان قبل كده ليحة من 10 رقات الحاجة عامر حسين اختصره في 3 مواد بس من المادة 54 للمادة 56 بس طيب كاسر ربطة المسابقة الجديدة اختصرها في 3 مواد من المادة 57 للمادة 59 يبقى انت لما تيجي تكلمني عن الدوري تكلمني في المواد من 54 ل56 لما تيجي تكلمني في كاسر ربطة تكلمني في المواد من 57 ل59 طب سيبكم من كل ده هل يجوز بعد محدد كل المواد دي اجي اعمل في النهاية احكام ختمية شروط عامة الاحكام الختمية شروط عامة يعني بتسري على المسابقتين بتسري على المسابقتين بتسري على الدوري وبتسري على كاسر ربطة طيب الحاجة عامر جيف مادة اللي هي تخص كاسر ربطة اللي هي المادة 57 قالك ايه قالك هتلعب مباراة كاسر ربطة اجباري بدون اللاعبين الدوليين اوكي ما اختلفناش هتلعب كاسر ربطة اجباري بدون اللاعبين الدوليين بقائمة الفريق الاول تمام تمام بس جيف المادة 109 لما عمل احكام ختمية للليحتين مع بعض قالك ايه بقى لا يتم النظر في تأجيل اي مباراة لأي نادي الا اذا تجاوز عرض اللاعبين في المنتخب اكتر من اتنين لعيبة يعني الاحكام الختمية دي بتجب كل اللي فات او بتأكد كل اللي فات يبقى انت حضرتك عشان تأمل لايحة للدوري ولايحة كاسر ربطة لازم تطلع ديه في لايحة لوحدها وديه في لايحة لوحدها لكن ما تحطش الاتنين في لايحة واحدة وتحط ليه احكام ختمية فيها مواد مخلفة لليحة كاسر ربطة ما على البندل 109 ده اطبقوا على ايه لو طبقتوا على الدوري ولا طبقوا على الكاسر ربطة ده كده المفروض يطبق على الاتنين للي انت قلت في النهاية احكام ختمية والاحكام الختمية على لايحة ادارة المسابقات اللي اتنين يبقى بالتالي انا لما اقول انا عايز اجل ان عندي اتنين لعيبة بستند للمدة 109 للمدة 109 احكام ختمية للايحة الدوري ولايحة كاسر ربطة اللي انت حلق عليتهم تحت عنوان لايحة ادارة المسابقات المفاهيم القانونية وشرح اللوايح مهم جدا فبالتالي الربطة أعتقد السنة الجاية هتعمل لايحة للدوري ولايحة الكسر ربطة بسبب التداخل اللي موجود في لايحة المسابقتين كمال والأكتر من كده تجي تبص على العقوبات لو أنت انسحبت أو ما لعبتش كسر ربطة ما فيش عقوبات فأي نادي ليه الحق أنه يعتذر بس أنت قلت المشاركة إجبارية طبعا لو اعتذرت العقوبات مش كاتبها وبالتالي هنا في خلل في لايحة ربطة الأندية وأعتقد النادي الأهل لمدانس الموقف وبعد اعتراض على المشاركة في مباراة المصري كان موقف قانوني وسليم 100% هكتفي بهذا القدر وأخرج لفاصل بس بعد الفاصل هرجع لأنه هربط المشاكل الموجودة في اللوايح المتعلقة برابطة الأندية مع حاجة في المسابقات لأن النهاردة صحف الأوروبية بتتكلم عليها وترند للأسف سلبي على السوشيال ميديا